السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سر عجيب في صورة الدحاء لو عرفته لنحلت جميع مشاكلك في الحياة وأصبحت من أسعد الناس لكن قبل أن نبدأ ادعمونا بإعجاب للفيديو لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات ولا تحرموا أنفسكم أجرى مشاركة الفيديو كي يستفيد منه كل مسلم إخواني الكرام أصيب رسول الله عليه الصلاة والسلام بالهم والغم في بداية دعوته لانقطاع الوحي أي جبريل عنه خمس عشرة ليلة لحكمة علمها الله أزوجل وقيل انقطع الوحي 12 يوما وقيل 25 يوما وقيل 40 يوما فبدأ كفار قريش ومنهم زوجة أبو لهب بالاستهزاء من الرسول وتأييره بعدم نزول الوحي عليه بقولهم ودعك ربك وقالاك إن قطع عنك كما ورد في صحيح مسلم أبطأ جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال المشركون قد ودع محمد فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قل وورد أيضا في صحيح البخاري اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثا فجاءت امرأة فقالت يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك لم أره قربك منذ ريلتين أو ثلاثة فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قل وقيل إن سبب انقطاع الوحي عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو موت جرو تحت الفراش في حجرته وبعد تتهير الحجرة نزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم قال له جبريل إنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب تفسير وبيان صورة الضحى افتتح الله عز وجل الصورة بالقسم إذ أقسم بمتقابلين أي متضادين فقال والضحى والليل إذا سجى وهم الضحى وهو وقت شروق الشمس وسطوعها وأقسم بالليل مما بعد غروب الشمس وولد جواب القسم بطمأنة النبي عليه الصلاة والسلام أن الله لم يتركه ولم يستغن عنه ولم يبغضه أبدا كما ادعى المشركون فقال ما ودعك ربك وما قل وولد جواب القسم في قوله تعالى وللاخرة خير لك من الأولى وبيّن الله لنبيه محمدا أن ما أعد له في الدار الآخرة من المقام والحوض والشفاعة والخير العظيم خير من الحياة الدنيا وما فيها فقال تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى فالله منح نبيه العديد من العطايا التي سترضيه وتسعده ثم عدد الله تعالى نعمه على نبيه قائلا ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فالله سبحانه يسر لنبيه كفالة عمه أبو طالب رحمة منه كما هداه إلى أمور الشريعة ومنح لعلم الكثير وأغناه عن السؤال والحاجة وقد أوصاه بأمرين قائلا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأوصى الله نبيه بالرحمة والعطف على اليتيم وأداء حقه وعدم غلبته كما كان الله رحيما بنبيه إضافة إلى عدم رد السائل والحرص على البذل والعطاء وقال الله في ختام الصورة وأما بنعمة ربك فحدث ويقصد بذلك تحديث النبي بالنبوة التي أتاها الله إياه أو بكل النعم التي أنعم بها الله سبحانه كتعليم القرآن والشريعة وبذلك تشمل النعم كل نعمة ظاهرة وباطنة أما المستفاد من صورة الدحى فهو مواساة لخير الخلق محمد عندما شق عليه فطور الوحي عدة ليال فأراد الله أن ينزع من قلبه اليأس ويبعث فيه التفاؤل والأمل ومن صور التفاؤل في الصورة التأكيد على أن الضيق لا يبقى ولا بد أن يتبعه الفرج وأن الله يرحم إباده مهما طالت مدة العناء والضيق والعلم أن ما من عبد يبتلى إلا وفرج الله عنه والقدوة في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام الذي ابتلي بعدة ابتلاءات كالفقر واليتم وعلى العبد أن يتذكر نعم الله عليه وقت ابتلائه ولا ينكر فضل الله عليه ورحمته به وبذلك يجب شكر الله تعالى الدائم على نعمه صغيرة كانت أم كبيرة قال الله تعالى وإتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد هذا وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إذا أتممتم الفيديو إلى آخره فلا تخرجوا قبل ترك تعليق بالصلاة والسلام على نبينا محمد ولا تحرموا أنفسكم أجر مشاركة هذا الفيديو كي يستفيد منه كل مسلم فالدال على الخير كفاعله اشتركوا في القناة